شاهد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع انشاء محطة انتاج الكهرباء منطقة الرياح بمنطقة خليج السويس بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات مصدر انفانيتي وذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة واكد رئيس الوزراء ان هذا التوقيع يأتي في اطار الحرص على تنفيذ مزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة مشيرا في الوقت ذاته لان هناك اقتراعا تاما بان مستقبل الطاقة في مصر يكمن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة اشتركوا في القناة